بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله يفعل ما يشاء بسم الله بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إسلامنا عبادة ومعاملة إسلامنا يأمرنا بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج بالعمرة ومن وراء هذه العبادات جميعها يأمرنا بالأخلاق الفاضلة يأمرنا بأن تعامل مع بعضنا البعض معاملة ترضي مولانا معاملة كلها حب معاملة كلها مودة معاملة تتسم بالرحمة قال الله تعالى مخاطبا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نلحظ هذا الأمر حين يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وحين يقول الله تعالى في آية الصيام لعلكم تتقون وحين يتحدث الله تعالى عن الزكاة فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحال تحدث الله تعالى عن الحج قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب رأينا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يترجم هذه العبادات إلى معاملات طيبة على أرض الواقع قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض فنستدعي سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاها كيف كان يعاملك رسول الله قال سيدنا أنس خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته وهو صاحب العمل يجوز له أن يقول لما فعلت ولما تركت لكنه لا يريد أن يحرجه وإنما يشعره بأنه صاحب العمل إلى هذه الدرجة من الشعور يا رسول الله إلى هذه الدرجة من الرقة والحنان إلى هذه الدرجة من الذوق الرفيع إلى هذه الدرجة من الأخلاق تتعامل مع الخادم تتعامل مع الأجير بهذه الخلاق الفاضلة نعم نعم هذا هو حبيبنا هذا هو سيدنا رسول الله الذي يترجم الإسلام عبادة إلى معاملة على أرض الواقع هذا ما نريده الآن أن نتعامل مع الخدم مع الأجراء مع جميع الناس بهذا الأدب بهذا الاحترام بهذا الذوق بهذه الرقة بهذا الجمال الإسلامي بهذا الجمال الروحي بهذا الجمال الأخلاقي ثم نبينا كيف كان يتعامل مع الأطفال ترى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لك أن تتخيل هذه الصورة وهو على المنبر يرى الإمام الحسن والإمام الحسين يلبسان قميصا ثم يعثران فيه يقومان ثم يعثران فنزل النبي من على المنبر وحملهما وصعد المنبر وقال مقولته الشهيرة رأيت هذين فلم أصبر هذا هو حب حبيبنا للأطفال هذه إنسانية رسول الله وأخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل لا تعلمنا هل لا تأدبنا هل لا تربينا وربينا اللهم اهدنا لأجمل وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهر وعلى الصحب الأخيار بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته